السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا رجعت الكم من جديد في فيديو اخفيف ضريف اخواني اخواتي فيه بشرة صارة ان شاء الله لأول مرة رايح يكون هذا الفيديو خواتي يعني فيديو مفرح ان شاء الله وش راح نقول لكم خواتي يعني بشرة مليحة كما تعرفوا اخواني اخواتي مجلس الوزراء ينعقد كل 15 يوم غدا الاحد ان شاء الله يكون ملف النقل راح يكون على طاولة الرئيس وطاولة مجلس الوزراء راح نقراتكم البيان وجدوا الاعمال اللي حين يهدروا له غدوة باذن الله ان شاء الله يكون الفتح الكلي ولما لا نقراتكم البيان خواتي يترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الاهلاء القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني غدا اجتماعي لمجلس الوزراء يخصص الدراسة والمسادقة والمتابعة لمشاريع قوانين وعروض تخص قطاعات الطاقة الصناعة الاتصال الصحة النقل والمواد المائية والامن المائي يعني قضية ملف النقل اراه في جدول الاعمال تاع الاجتماع تاع غدا بإمني لا شاء الله تكون بشرة للجالية وبشرة لشعب الجزائري كامل شاء الله يفتحوا لنا الحدود الثلاثة البحرية والجوية والبرية إن شاء الله يكون فيه جديد خابتي أخواتي كما اللي ما يفهمش العربية الفصحة غدوة كينا غنيون تاع الكميسون تاع المينيستخ مع رئيس الجمهورية مع البرزيدان دولاري في بليك راح ينيا هدرو على صوارح بزاف ومن بينها راح ينيا هدرو على الدوسي تاع يعني الترانسبور بأكمله ان شاء الله نستنعو البيان غدا بإذن الله وكيما يكملوا الاجتماع إن شاء الله ويحطوا البيان راح نجي ونقرأها عليكم ونقولكم وشين هي نتائج هذا الاجتماع إن شاء الله فيها خير كذلك كينا نقطة أخرى فيما في الرئيس الجمهورية الليلة يعني اليوم على 22.30 بتوقيت الجزائر كاكين لقاء إعلامي دوري للرئيس الجمهورية ابناجي التبون عبر مختلف القنوات التليفزيونية والإذاعية الوطنية إذا كان حبيتوا تشوفوا هذا الحوار بين الرئيس والصحافة راح نسألوها على صوارح بزيف ومشاريع بزيف وقضايا تحبوا تشوفوا القنوات الجزائرية والقنوات الإذاعية الكاملة راحي منشورة عليها فالا خابت الفتاتي شاء الله في رواحكم وتفائلوا خيرا إن شاء الله تجدوا خيرا برك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا 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 شكرا